السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يارب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ويارب دايما مشارعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحقق عليكم كل اللي انتو بتتمنوا النهاردة مجمعين بعض الاعشاب يعني من على وش القفص كده الاعشاب اللي هي بتزود الانتاج بتاع البيض افضل الاعشاب لان حد دلوقتي في بعض الناس بتسألنا ايه هي افضل الاعشاب لزيادة انتاج البيض افضل الاعشاب اللي موجودة في البيوت يعني الناس بتسألنا ايه اللي موجودة عندنا في البيت واحنا ما نعرفش بيزود انتاج البيض من غير ما نشتري حاجة يعني ونكلف نفسنا فاحنا النهاردة قلنا لكم ايه يعني في الفيديو ده ان شاء الله كل الاعشاب اغلبها موجودة عندك في البيت اغلب الاكلات او العشاب اللي هنقولها النهاردة موجودة عندك في البيت ان في بعضهم انت ممكن تكون مش متوفر عندك لكنه برضو سهل تتحصل عليه مش غالي ومش نادر يعني هتعرف تجيبه بمنتهى السهولة ابل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشحارات مباشرة لك من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول لازم نكون عارفين يا جماعة ان كل عشب من دول بيزود انتاج البيت بطريقة مختلفة هنبدأ مع بعض مثلا بيق الكركم الكركم ده اظن ان هو موجود في اغلب البيوت موجود في اغلب البيوت الكركم ده اللي هو ايه ما تيجي تمسكه باديك ده بيلون ايديك بيخلي لون ايديك اسفر كده زي لون المصتر ده اهو الكركم دهboard هو متوفر وموجود عندنا في البيوت احنا مش واخدين بالنا قد ايه هو يعني فعال جدا ومؤثر جدا من ناحية انتاج البيت لانه له فوائد كتيرة جدا وفي بعض الناس بتستخدمه مع الزنجبيل في بعض الناس بتستخدمه مع الزنجبيل وفعلا هو مع الزنجبيل بيبقى تأثيره أقوى كتير جدا من ناحية إيه من ناحية أنه هو مضاد للأكسدة ومع الزنجبيل بيبقى مضاد قوي جدا هو والزنجبيل للأكسدة فبيمنع أي التهابات موجودة في جسم الطقر فبيخلي الدم ماشي في جسم الطقر فالخصوبة عالية فالإنتاج عالي منتهى الهدوء يعني هو شغلته هو والزنجبيل لما بيشتغلوا مع بعض أنه هو يزود الإنتاج يزود الإنتاج ويرفع المناعة ويقاوم أمراض تنفسية والتهاب جهاز تنفسي والتهابات مفاصل والتهابات في الجلد كمان وفي كل حتة كل حتة الكركم مع الزنجبيل بيشتغل فعلا بشكل كبير جدا على الإنتاج وعلى كمان مشاكل مرضية فأنا نصحكم جدا أنكم تستخدموا الكركم 5 جرام بس على كيلو العلف تاني عاشب معانا هو الحبة السوداء حبة البركة أظن برضو أنها موجودة في أغلب البيوت موجودة في كل البيوت برضو بناخد منها 5 جرام وبنضيفهم مطحونين على العلف مطحونين ليه؟ لأن الحبة السوداء دي حبوب يعني أنت لو حطتهم على العلف احتمال طيور تاكلوا طيور لا فإحنا بنحب نتحانهم علشان ناخد الفايدة تتوزع على كل الطيور وفي بعض الناس بتشتري الزيت بتاع الحبة السوداء حبة البركة ده برضو بيتحط برضو ايه يعني على المية بتاعة الشرب ويكونوا عطشانين ساعتها عشان يشربوها كلها تمام؟ لما احنا بنفضل أن احنا نطحن خمسة جرام أو عشرة جرام بالكتير قوي عشرة جرام بالكتير قوي من الحبة السوداء نطحنهم من نعمين نحطهم على العلف بيرفعوا المناعة ويزودوا الانتاج ويضبطوا مستوى الهرمونات ويضبطوا الدم ويعملوا كل حاجة كل حاجة فيه جسم الطيور بتتعدل بسبب الحبة السوداء أو حبة البركة ومن الحاجات دي طبعا زيادة انتاج البد ندخل بقى على اكلة كده يعني ما نقدرش نقول عليها من الاعشاب ولكنها الكرومب كرومب او الملفوف او اي حاجة من العائلة دي يا جماع الكرومب او الارنبيت الارنبيت برضو متوفر دلوقتي فيه الاسواق لو تعرف تحصل اي حاجة من دول بسعر رخيص يعني ورق الكرومب مثلا اللي عند البيع اللي بيبقى في الاخر تعرف تاخد شوال كده وتملاء مثلا او تتفق معانه ويسيب لك البوائد دي كل مرة تاخدها بسعر رخيص جدا وكده كده ما بيباعاش وكده كده بيسيبها في الارض بتاكلها المواشي وكده يعني وفي الشوارع بتتريمي فبدل ما تتريمي انت ممكن تستفيد بيها الطيور بتاعتك وبسعر رخيص جدا يعني ممكن تاخد منه شوال كامل بخمسة جنيه خمسة جنيه بس ايه اه تقدمه للطيور بتاعتك ممكن يكفيهم ايام وايام ممكن اسبوع كمان لو عدد الطيور ايام مش كبير يعني تمام хотاخد فوائد كتيرة جدا وانتاج كبير جدا من البيض لو استخدمت الكرنب او الملفوف او كمان الأرنبيض لو عارفت تلاقيه بسعر خيص وبرضه من الاكلات المهم جدا ان احنا ما ننسى هاش على ايقل مثلا مرة في اسبوع البصل بالطماطم البصل يا جماعة یعنى له فوائد كتيرة جدا وبيزود انتاج البيض بقى من ناحية امتصاص الاكل من ناحية امتصاص الائد وبيزود برضو الخصوبة بتاعت الديك. والخصوبة بتاعت البصل تحديدا. بيزود الخصوبة بنسبة كبيرة. وبيزبط الهرمونات في جسم الطيور. فضبط الهرمونات دايما دايما بيؤثر ايجابيا على موضوع الخصوبة. وبيخلي الطيور خصوبتها اعلى. فالانتاج برضو بيفضل اعلى بكتير جدا. الطماطم بالبصل دي بنستخدمها بكميات قريلة جدا. يعني مش بتبقى وجبة مشبعة. بتبقى كأنها علاج. يعني ممكن تجيب مثلا بصلاية صغيرة تقطعها مع ثلاث طماطميات. ويكون يعني من جودة مش عالية يعني اللي هي الطماطم اللي هي الطرية دي اللي هي بتبقى رخيصة برضو ممكن تشتريها بكمية اه كمية قليلة تكفيهم. وتخليها عندك في التلاجة اللي هي الطماطم الرخيصة اللي هي اللي انت مش هتاكلها. اللي هي بتبقى على جنب كده عند البيعين. هي دي ممكن تاخدها وتستفيد بيها للطيور بتاعتك هتكون مفيدة جدا. تلات حبات طماطم مع حبات بصل صغيرة تقطعهم. تقدمهم مش وجبة مشباعة لكنها هتكون وجبة مفيدة جدا من حيث انتاج الطيور بتاعتك. تمام? برضو من الحاجات المهمة جدا الخل. الخل هو اعتبر طبعا مش من العشاب ولا النباتات لكنه مفيد. ممكن تاخد خمسة سنتي او عشرة سنتي على لتر المية. هيطرد السموم من جسم الطائر ومن ثم يزود الانتاج بشكل سريع جدا. تمام? الكمون مع ملح الطعام. الكمون مع ملح الطعام دول حاجات موجودة عندك. حاجات موجودة عندك. يعني انت مش 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 هتروح تشتري. تمام? آآ رشة كمون خفيفة كده عشرة جرام على خمسة جرام ملح طعام تخلطهم مع بعض وتحطهم على العلف. هيخلوا الطيور تاكل بشهية وهيخلوا الطيور خصوبتها تعلى وهيخلوا الطيور تزود الانتاج بمنتهى السهولة. والسلام لو حطيت عليهم خمسة يعني جرام كده حاجة بسيطة من الشطة. انت كده ايه خلت الطيور بقى تاكل اكتر وتمتصي الاكل اكتر والانتاج هيزيد عندك بشكل كبير جدا لو استخدمت الكمون مع ملح الطعام مع قليل من الشطة. ده ما تعالى معي بقى في عشبة مش موجودة في كل البيوت للأسف يعني نادرة لما تلاقيها في البيوت لكنها فعلا مؤثرة جدا في زيادة انتاج البيوت. والعشبة دي هي المورنجا. المورنجا يا جماعة فعلا انت حضرتك لو دورت عليها واجبتها يعني دورت على فوائدها وقريت على انت هتلاحظ ان لها فوائد ما تتعدش يعني. ومن ضمن الفوائد دي ان هي بتزود انتاج البيوت عند الطيور ومش بس الطيور اللي هي الفراخ لأ. بتزود انتاج البيوت الفراخ بط وز حمام من كل النواحي. وبترفع الخصوبة بتاعت الديك. وبتخلي الديك يعني يكسر اكتر ويخصب اكتر. ولو بتستخدمها بشكل منطفم يعني مرة في الاسبوع او مرة كل اسبوعين. انت كده ضمن بنسبة كبيرة والضمان بيد الله طبعا. ان الطيور بتاعتك اه اطبيط دايما بيد مخصب. لو انت مهتم بموضوع ان البيوت يجول مخصب وكده استعمل المورنجة تكون مفيدة جدا في الناحية دي. العشاب اللي انا قلتها دي اغلبها موجودة في كل البيوت فتقدروا تستفيدوا بيها يعني اي حد عنده اي عشب او اي اكلة من كل الاكلات دي ممكن بسهولة جدا يزود انتاج البيوت في القطيع بتاعه. ده كان الفيديو. بتنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة. وتفعل زر الجرس. علشان تفصل لك كل الفيديوهات الجديدة. اول باول عن طريق اشعارات مباشريك من اليوتيوب. ونشوفك على الف مليون خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.